السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نكمل الحديث في موضوع اخر. اه له علاقة بانواع من انواع اللوكيميا في موضوع الكورونيك لوكيميا. تحدثنا المرة الماضية على الاكيوت كينفوستيك لوكيميا والاكيوت ميلوستيك لوكيميا. الان اتحدث عن الكورونيك لوكيميا وندخل على بتاع الميلو سيتيك سريز. هادا الاساسة مو ميلو برويفريتيف ديسوردر. ميلو برويفريتيف ديسوردر. اه هذا ديسوردر يعني بكون في عنا عدة اه خانا نقول ديسوردرز اه ممكن يكونوا موجودين عنا في هذا الخط. لانو انت بتحكي على ميلو سريز. فممكن يحصل عنا مشكلة في اكتر من خطس وكان على مستوى اه او المعلقة الصحة او على مستوى او على مستوى كذلك اللي هو يعني هذا الاساس انه بكون في عنا هناك اه بشكل او باخر. تمام? وعدة انواع من هادي بشكل عام هنا نتحدث على عملية اللي هو يعني في عنا مشكلة في عملية برويفريشن يعني الشغال بشكل اه كبير. تمام? وديفرانشياشن مع الماتشوريشن بروسس اه او كي في هذا الموضوع. يعني لو انا في عندي خط من خطوط المشكل فيها عمستوى تمام? فحتحس انه بشكل طبعا كبير. وطبعا الانكريز حيكون اكتر في الماتشور سيل. وقالت البيد في الماتشور اه سيلز حتكون موجود. ازا اه الان هيحصل عنا في سيل لاين معين. سوى كان جرانيولوسايت سيل لاين. يعطيني كرونيك مايولوجينيس لوكيميا او سي ام ال. ممكن يكون عندي ريتروسايت بروبلم. وهذا يعطيني بوليوسايتيميا فيرا. ممكن يكون عندي مشكلة في البليتلس. ويعطيني حاجة بسمها برايمري اه ترومبوسايتيميا او اه ترومبوسايتيميا. وكمان يعني حطوا اللي هو اه اه اخر اللي هو اسمه المايلو اه عفوا الفايبروزيز. ميلو فيبروزيز. حطوه من ضمن اللي هو الانواع بتاعت اللي هو الكرونيك مايلو. ازان الان فهمنا اه العملية هنا لها علاقة نوعا ما عكسية عن الموضوع الاكيوت. الاكيوت تحس انه في عنا مش في البرولفريشن امبيرمنت في الديفرانشييشن. والبرولفريشن طبعا ممكن يكون اكتر من النورمال اقل او ممكن يكون اه اه دا نورمال اه رينج. اه طبعا الكاركتوريستيكس هنا هيكون عنا على مستوى البيكتشر. اه كلاب. اه انايميا تمام. اه اكستريم يعني هتحس انه في عندك ماتشور سيلز هي الاكتر. اه ماتشور سيلز هتكون مولودة. هيكون عنا مصاحب لبيزوفيليا. نتيجة انه يعني انكريز البيزوفيليا او البيزوفيلز. نتيجة تأثير من السايتوكاينزي اللي بتخرج عنا من الكانسر سيل. اه ممكن يحصل عندي كمان ترومبوسايتوسيز هاللاحظه. هيكون عندي طبعا اه ميجالي في هذه الحالة. اه النقطة هنا في الخط الاساسي في الديسكشن في موضوع اللي هو خط الجرانيونستيك سيريز. في عنا اللي هو على رأسهم بيحصل عنا كروموسوم البروبليم او كروموسوم الترانس لوكيشن بيحصل عن تقريبا من خمسة وتمانين لخمسة وتسعين في المية من الحالات عندهم اللي هو فورميشن او فلاديلفيا كروموسوم. انه بيحصل عنا نوع من الترانس لوكيشن على من كروموسوم تسعة على كروموسوم اتنين وعشرين. وكذلك من اتنين وعشرين لكسعة. الى ان يعطيني اللي هو في كروموسوم اتنين وعشرين. وهذا الكلام ممكن احنا نلاحظه لو عملنا سايته تيناتك. تمام? وهذا اللي يسمى فلاديلفيا كروموسوم. تم اكتشافه في ولاية فلاديلفيا. تمام? اذا سيكون في عنا نوع من في كروموسوم اتنين وعشرين. وفي الاخصية كروموسوم اتنين وعشرين فيها هذا الشورت. وحنتحدث ان شاء الله عن الموليكولر بيسز في موضوع هذا الشورتج اللي هنحتي عنه. تمام. اذا هذا اللي بيحصل عنا في هذا الموضوع. هيكون في عنا هناك. تمام. انه موضوع الكروموسومة الابنورماليتي او هادي السي ام ال. ممكن اه يحصل لها اه بروبلم ككومبليكيشن. ويحصل عنا اكسليريشن. عشان ايك ان شاء الله هنطلع في اه محاضرة لاحقة. انه وكأنه في عندي ممكن يكون فايزز. يعني كل ما زادت الامور تعقيد. وكل ما كان اعرف انه ممكن يكون عنا في عنا فايزز. هنحكي عنهم ان شاء الله وعنا الاكيوت فايز. وكأنه بقول لي زي ما تحدثنا في الموضوع الاكيوت. هل ممكن يكون ناتج سيكندري? اه داتس رايت سيكندري. انه ممكن يكون عندي سي ام ال. وحصل عندي اه نوع من الابنورماليتي عمستوى كرومسوم الابنورماليتي. عمستوى ترانسكريبشن الفاكتور. وقد يصير في عنا اكسليريشن في البروبلم. ويدخل البروبلم على موضوع اي ام ال. وهيكي بيزداد الامور سوء. وبيحصل عنا انه بيصير عنا هناك بور بروجنوسز. وهنا بيحصل عنا بلاست الكرايسز من ضمن المشاكل. اه بيجي بيحكي لهنا. لو طلعنا على التيفل ان جنرال. بيعملي كراكتورايزيشن للكرونيك مايلو بروفليتر ديس اوردر بشكل عام. اللي هو المايولويد لاين. بقول لي في عنا انت ممكن تلاحظ في عندك اكتر من مشكلة. واكتر من واجهة. اول ماجهة او اول مشكل ممكن اطلعونها. طب مش اول مشكل عفوان من ضمن المشاكل. كرونيك مايروجيناس لوكيميا. المايولويد لاين. السيل لاين تاعه. الانكريس في الويت بلات سيل. البولمارو في بروس. طبعا مش هصير عندي في بروسس في البولمارو في هذه الحالة. اه هل هيحصل عندي فلاديلفي كروموسوم فورميشن. طبعا هيكون موجود. المقصود في الفلاديلفي كروموسوم فورميشن اللي هو فورميشن او كروموسوم دواني تو. تمام? باي شورتج اند كيو ارم. هل هيحصل عندي ميجاليسبلينو هباتو? نعم. عنا كمان مرض اخر اسمه بولوسايتيميا فيرا. او بولوسايتيميا بسموه روبرا فيرا. تمام? السيل لاين ارترويد. هو الخط الاساسي. هل بصاحبه مايلويد في عنا اه برضو اه بصاحبه في المايولود سريز? ممكن. في الميجا كالوسايت برضو هيحصل. ممكن يصاحبه. يعني هتلاحظ انه في عندك او مسلا وايت بلات سيل انكريز. ولكن مش زي الانكريز اللي بحصل عندي في المايولود. هاي في عنا زي ما هو مذكور في الحديث اللي هو ذكرته سابقا. الفايبروس. there is no fibrosis. في الاول في عنا في فيريابيل نممكن يصير شوية فايبروس عفوا. اه في لادلف كروموسوم عنا قبسا. ها. اذا مش شرط يكون عندي في لادلف كروموسوم في كل المشاكل الكورونيك مايلو برونفريكي في السي ام ال اوكي. لكن هنا نو. ميجاليسبلينو كيباتو? اوكي. في عنا ميليوفايبروسيز. تمام? او ميليويد ميتابليجيا. انه بيحصل عنا نوع من الفايبروسيز للبون مارو. هات الكلام سيلاين. وهن في عنا سيلاين في عم مشكلة. بقولي في الفايبروسيز. انت متلاحظ بالبكتشار. تمام? اه تير دروب. تمام? تير دروب. اه هتلاحظ عندك اللي هو الهد بلات سيل تاخد شكل نوع من التير. ليش شكل التير؟ التير تعرف انه الريد بلات سيل شكلها زي الدمعة. اه بمعنى انه خروجها. وهذا الكلام بلاحظه في السيركوليشن. بحكم انه مدام انا صار عندي فيبروسيز. هيكون في عنا صعوبة في خروج اه اللي هو مين؟ الخلايا الريد بلات سيل من اللي هو البون مارو. وهذه الصعوبة بتعمل عملية تغير في الشيب بتاعت الريد بلات سيل. وبكون شكلها زي تير. هذا الاساس ممكن تلاحظ في الميلوفيبروسيز. هادي علامة من علامة المورفولوجي انه بتلاحظ في عندك في البلات فيلم عندك تير دروب سيل. الويت بلات سيل هل بصير فيه انكريز؟ يعني فيريابل. البون مارو طبعا عندي بشكل او باخر. هيكون في عندنا فيبروسيز اكيد واضح. الفلاديل في كروموسوم نو. عندي ميجا اللي ممكن يحصل. هبته ميجا اللي ممكن يحصل. عندنا حاجة انه بتخس انه الخط المقصود هنا عبارة خط اللي ميجا كاريو سايد. تمام? انه في عندنا تمام? صار في عندي مشكلة على مستوى الميجا كاريو سايد. هل الويت بلات سيل فيه انكريز؟ لا نورمال. البون مارو ابروكسيميتلي ما فيش عندي فيبروسيز. الفلاديل فيا كروموسوم نو بلاديل فيا كروموسوم. ممكن اراحب عندي سايدينو ميجا. اذا هذه عبارة عن انواع من انواع الكرونيك ميلو بروفيرتف ديس اوردر مختلفة. وكل واحدة منهم الها سيرتين كاراكتر على مستوى المورفولوجيكال شيب. على مستوى البلاد فيلم. وكذلك على مستوى النامبرينج بتاعك الويت بلاد سيل ورد بلاد سيل وكذلك البلادس. الباتوفيسيولوجي وهنا بيحكي على سي امال كرونيك مايولوجينيس لوكيميا. اللي قوله علاقة في مضوع الجرانيوليستيك سيريز. كرونيك كرونيك جرانيوليستيك لوكيميا. تمام. خلينا نجي نطلع عليها وهي بشكل نحكي عنها بشكل مبسط. كوزد باي ريسيبروكال ترانس لوكيشن. تمام؟ قلنا قطعة من الدي انا ايه؟ موجودة على كروموسوم لونج ارم بتاع تسعة. بينتقل الى كروموسوم 22. وكذلك قطعة من ال 22 تنتقل ل مين؟ لاللي هو تسعة. عشانك يعنى في هذا الامر. الى انكون الكروموسوم الفلاديلفي الكروموسوم. اللي هو مين؟ بسموا هذا الكروموسوم ال 22. اللي تشكل عنده بيكون طبعا مور شورت دان ده الكروموسوم 21 اللي متعارف عليه في وضع الطبيعي. طيب. ايش اللي بصير عندي. اللي بصير عندي انه في عنده جين اسمه ابهلسون لوكيمي فيروس. ABL اسم الجين هذا. نحرق نعرف الكروموسوم بالشكل. الموجودة على كروموسوم 9. هذا الجين بصير له ترانس لوكيشن على منطقة في جين اسمه هيكه. بريك بوينت كلاستر ريجون. قطعة دي انا اسمها بريك بوينت كلاستر ريجون. بصير في عنا انسيرشن. تمام؟ لهذا ال ABL جين في داخل هذه القطعة اللي بسموها بي سي آر جين. ريجون. تمام؟ او جين. اوكي؟ انسيرشن. وطبعا جزء من هاد القطعة البي سي آر طبعا بروح مع ادر طبعا آآ ريجون من الفادل في كروموسوم بروح عندي على كروموسوم 9. لكن هادا الكمية اللينكت بتاعت اللي ذهب من 22 على 9. تمام؟ واجع عندي من 9 على 22 طبعا فيه فرق كبير. وهذا عندنا كمية كثيرة من هادا الكروموسوم 22 long arm انتقل الى عفوا الى الكروموسوم 9 الموجود عندنا زي ما هنشوف في الصورة. خلينا نطلق على الصورة بيكون شوية اوضح في موضوع اللي هو تفسير عملية النقل الموجودة عندنا هنا. هادا الكروموسوم عندي نورمل 9 نورمل 22. هادا الابل جين بي سي آر جين حصل عندنا الاصفر انتقل عندي في داخل منطقة البي سي آر ولكن اوجد ليش فيوجين جين يتشكل من بي اي بي ال تمام مع بي سي آر اي بي ال مع مين مع بي سي آر عشان يكسمو فيوجين جين. حكينا على كلمة فيوجين جين في موضوع اللي هو الاكيوت برو ميلوستيك لوكيميا في كروموسوم 15 و 17 اذا ذكرين في هذا الامر اللي هو بي ام ال مع الار اي ار الفة اذا ذكرين في هذا الجين. نفس الفلسفة في عملية النقل. فهذا اوجد ليش كروموسوم 22 اذا بتطلع على كروموسوم 22 بكون شورت مور دان دا نورمل كروموسوم 22. هاي المقصود في موضوع الترانس لوكيشن او ريسيبريكا للترانس لوكيشن في هذا الجين. خلينا نرجع للحديث على موضوع الموليكولر آآ بتو جينيستي في هذا الجين. اذا الان في عندها آآ بتلاحظ انه هذا الانتقال اوجد لي تمام اللي هو جين فيوجين جين يتشكل من بي سي آر اي بي ال بي سي آر اي بي ال وقال لي هذا عبارة عن ايش آآ اللي هو عبارة عن ايش عن نيو جين نيو بروتين تمام بشكل متين وعشرة امينو اسد تمام هذا بشكل بشتغل از تايروسين فوسفو كينيز اكتف كونستوتيوتف كينيز انزاين تمام اذا وكأنه النوربل اي بي ال جين هو بيعطيني تايروسين كينيز انزاين وله فونكشن محدود في داخل اليو كيرس بشكل او باخر وطبعا هذا الوضع الطبيعي تايع ال اي بي ال هو عبارة عن بروتين اه مقداره تقريبا نية وخمسة واربعين امينو اسد تمام ويعطيني هذا الامينو اسد بروتين وشغل از اكينيز في وضع الطبيعي تايروسين كينيز لكن في الوضع اللي عندنا الان اعطاني اي بي سي اي بي ال بروتين بي دو هندرد تين تمام مالو مور بوتانت تايروسين كينيز دان نورمال تمام اذا المور بوتانت هذا وكأنه في الاول بكون عبارة عن بروتو اونكوجين ال اي بي ال يتحول الى ايش الى اونكوجين بشكل او باخر بمفهوم هذا الكمية او هذا اللينك الموجود عندنا في الامينو اسد اللي بشكل او باخر تمام اوكي اذا هذا الامر بيعمله اكسيسابيليتي تمام انه بصير هذا الانزايم بشكل او باخر يكون عنده اكسيس في نشاطه من في داخل النيوكيس في داخل السايتو بلازم ويعمل انتر اكشن بشكل او باخر ويؤثر لي على كمية من السيجنال الترانس داكشن تمام اكتر من عشرين سيولولو بروتينز وي البي اكتف طبعا اكوردين تو ديس اكتيفتي في هذا الموضوع وحيشتغل از طبعا هيشتغل في الحالة از اونكو بروتين او اونكوجين او في هذا الامر تمام وبيعمل الاكتيفتي بيتها اذا هذا الكايمرك بروتين بي سي ار اي بي ال زي ما ذكرنا بيكون موجود بالشكل او باخر بعض احيان طبيعة الترانس لوكيشن وين قعد هذا ال اي بي ال في داخل بي سي ار تمام ممكن يكون البرودكت اه مية وتسعين ممكن يكون البرودكت بعض احيان مئتين وتلاتين تمام ممكن يكون البرودكت مئتين وعشرة في الحالة بتاعت السي ام ال بيكون عندي مئتين وعشرة اذا بتلاحظ ذكرنا في السابق انه فيه عندنا حالات اي اه ال ال عندها في لديك كرومسوم كلام سليم يعني حصل عندي ترانس لوكيشن بي سي ار اي بي ال عفوا بي سي ار اي بي داتس رايد ولكن في هداك الحالة انه بتلاحظ انه ال بي سي ار اي بي ال فيوجين جين كان مئة تسعين تمام اذا حالات استثنائية في ال اي ال ال ولكن في الوضع اللي سي ام ال عندنا تمام بيحصل عندنا بيكون مئتين وعشرة في حالات معينة ممكن يكون الانتيجريشن او جدل فيوجين جين الفيوجين بروتين ممكن يكون اللي هو طول المنتج مئتين وثلاثين امينو اسد فيوجين بروتين وضح اذا الوضع الطبيعي ال 145 في هذا الامر اكزاكي الانفستيجيشن تاعه هو عبارة عن كاينيز بيعمل لي اكتيفاشن وبعمل لي ريجوليشن لسفرال جروت فاكتور يعني هو هذا الكاينيز اللي احنا تحطنتنا عنه بيشتغل على عدة مستويات ممكن يساعد في عملية وجود جروت فاكتور ريسيبتور عملية بروتاكشن بساعد في عملية انتاج جروت فاكتور بساعد في انتاج بليت للديرايف دي جروت فاكتور تمام او انتاج كمان كوليني ستموليتينج فاكتور ريسيبتور عشان يؤثر الكوليني ستموليتينج فاكتور على الريسيبتور يعمل لي انهانس منت لمين للبروليفريشن إذا وكأنه صار في عندنا هناك إنتاج بهذا الأمر لهذا البروتين وإلو فانكشن بشكل أو بآخر بالإضافة إلى طبعا هنا حيكون عندنا المنتج اللي هو B210 أكيد هيعمل هايبر اكتيفتي لعملية الاكتيفيشن للأشياء اللي ذكرناها الآن بقول لي هايبر هنا كمان الPCR في هذا المنتج بيعطيني ممكن يؤثر على عدة أوجه من الفانكشن تمام فإيش بصير هذا الكونستيوتف اكتيف تيروسين كاينيز تمام هيعمل اكتيفييتد لالوت اوف ايش سيجنالز اوالوت اوف فاكتورز ومن ضمنهم شغلات تمنع الابوبتوسيز هذه من ضمن الأشياء شغلة تانية تمام انه بيعمل لي بعض احيان منع لي بعض من الارتباطات بتاعت البروتينات اوكي ده DNA binding protein activity انه كمان ايش بصير انه بيقضي دوره كمان انه بيضلش عنده التساق تمام لهذا الابل مع الDNA binding protein يعني في عنا الDNA مع البروتين في وجوده هذا فيه بيعمل عملية اللي هو ايش بتكون الارتباط نوعا ما قليل على مستوى الDNA عساس يأثر بشكل او باخر فيه تجاه يعني يعمل عملية اكتيفيشن لأدر بروتين فيه مثلا له علاقة في موضوع السل ريجوليشن تمام؟ هذا وجدوه من ضمن الأشياء كمان وجدوه انه الابل تمام انه كمان تأثير في السايتو بلازم تمام بحيث انه يأثر بحيث يرتبط مع السايتو سيليتال بروتين زي الاكتين تمام بصير بيعمل ليش؟ انهانسمنت اوكي لا اللي هو فورميشن اوف دا اه خلينا نقول اكتين مايكرو فيليمين از والآز كمان في هذا الجانب انه بيعمل كمان كروموسومال انستابيليتي تمام لهذا الماليجلاند سل اوكي تمام بالاضافة انه ممكن يتلاحظ هذا الانستابيليتي صار في عندي نتيجة لخبطة في عملية السل ديفيجن ممكن يصير في الآخر تلاقي خلايا فيها ترايسومي الى كروموسوم 8 ممكن تلاحظ كمان فيه الخلية الكانسر سل صار فيها اللي هو ديليشن في الشورت ارم بتاع كروموسوم 17 الموجود فيه اللي هو الجين بي 53 عفوا بي 53 اللي هو عبارة عن تيومر سابرسورجين وكأنه صار فيه عندنا ما فيش هناك تيومر سابرسورجين بحيث انه يمنع العملية تيومر بتاعت السل او تتحول الخلية لنيوب لازم تمام وهذا من ضمن الاشكالات واكيد ما زال فيه اشياء اخرى اللي هدخل في الفنكشن بتاعت هذا الكونستوتيوتف اكتف بروتين كاينيز الموجود عنه بقول لي بي سي آر اي بي أل تيروسين كاينيز ان جنرال بيعمل انتر اكشن مع السلول سيلز بروتينز ويلو علاقة فيه ايش انترا سلول سيجنالينج بشكل عام اوكي فبيجي بقول لي هنا بيعمل سيجنال ترانسلاكشن اكتيفتي تمام بيساعد بانه بيعمل انكريز بروتينيشن انت سايتوكاين اندبندنت جروت يعني بيخلي الخلية اغسر لها نوع من انكريز بروتينيشن يلي معناته بيعمل اكتيفيشن للبروتينات اللي لها علاقة في كمان بيخلي الخلايا او بمعنى صح الخلية بتاعت البي سي ار اي بي ال بيخلي الخلية اللي عندها هذا الفيوجين بروتين تكون تعمل بروتريشن وداوت اني افكت او دا سايتوكاين يعني اندبندن كمان اوتونوموس بهذا الامر كمان انهيشن للأبوبتوسيز بيعمل كمان الاتريشن او دا ادهيجن باتوي في عملية الاتهيجن بتاعت اللي هو اللي خلنا نقول الاتهيجن بتاعت الاكتين فيلمنت في السيل ميمبراين الموجود عنا بيعمل نوع من في هذا الامر اذا او كأنه بصير فيه اشكالية على مستوى السايتو اللازم وكذلك اشكالية على مستوى اللخبطة اللي بتحصل عنا في موضوع السيل بروتريشن وهذا الاساس احنا ممكن نلاحظ انه عملية اللاب لما تيش تطلع الناس عندهم سي ام ال ممكن يصل الخلايا عددها الى كمية مهولة تصل تقريبا ممكن تصل عنا لنصف مليون خلية بير مايكرو ليتر من ال white blood cell هذه السورة احنا لاحظنا في موضوع الترانس لوكيش هنا لابروتري نيجي نحكي على اللاب وكلام اللاب كلام طبعا سهل فيها هذا السياق ذكرنا ايش يعني في اللاب عنا ال white blood cell ممكن يصل 25000 ممكن يصل 300000 وزي ما ذكرت ممكن يصل 0.5 مليون ال anemia mild نوعا ما يعني لو انا في ناس عندنا مثلا رحنا عملنا CBC وطلعنا وعملنا centrifuge لاناس عندهم وضع صاب وعنده white blood cell ممكن يصل 300000 500000 وروح عمل centrifuge هتلاحظ انه البلازمة مش هتقدر تشوف البلازمة كلير ليش لانه كل البلازمة اغلبها كلها عبارة عن white blood cell تحس انه في عندك a lot of terpidity في البلازمة من a lot of white blood cell الترومبوسيتوسيز نوعا ما مصاحب عند 50 او 30 في المية من هذه الحالة ممكن يحصل لعنا طبعا يصل مليون وهذا طبعا في حالات معينة ممكن يزيد عنا هذا النظر البلاز سبير في السياء ما في characteristics ايش يعني انه انت بتلاحظ الخلايا a lot هذا واحد اكترها mature لكن بلاحظ immature ممكن الاحظ band ممكن الاحظ myelocyte rare الاحظ طبعا myeloblast هتكون اقل من 10% مزي موضوع AML ممكن الاحظ فوق العشرين او تقريبا 30% من البلاز تمام في هذا الموضوع esenophyll are also frequently increase monocyte مش كتير nucleated red blast cell ممكن لاحظ leblateless ممكن لاحظ giant leblateless بشكل او باخر ممكن لاحظ بازوفيليا في عندنا كمان في هذا الامر increase bezo fields تتيج التأثير cytokines تخرج من tumor cell وتأثر على او يروح عندنا كل stimulating factor يروح على stem cell وينتج لي deezo phil كمان عندنا leactate dehydrogenase uric acid increase vitamin b12 increase ليش بزيده increase بشكل او باخر لانه في عندنا turn over للخلايا بيحصل بعض احيان في خلايا بتموت فبزود من هذه المواد اللي ذكرناها leactate dehydrogenase vitamin b12 uric acid تمام اللاب ذكرين لما ذكرنا في محاضرات السابقة وقلنا في عندنا اللاب أو leucocyte alcaline fosfetase بشكل عام بيكون واطي مقارنة مع leucomoid reaction في كمقارنة لانه في leucomoid reaction ممكن يكون confusing leucomoid لعلي لكن مش leukemia هو عبارة عن leucomoid reaction فبنعمل اللاب بذواحد انه اللاب بذواحد عالي اما في cml بكون عندنا طبعا واطي لكن عندنا fladelfia cromosome موجود عند 90% تقريبا اما هناك ما فيش عندي fladelfia cromosome تمام كمان ممكن يحصل عندنا infection يزيد عندنا بغض النظر انه عنده بلد تصل لك مش function صح في عندنا accelerated phase وممكن اصل لك في حالات معينة تمام هذا جانب ذكرنا انه granules عندنا ممكن نلاحظ bad segmented في عندنا granules staining يمكن يكون عندي granules موجودة اللاب بنعمله فحص من خلال stain لهذا الانزاين بنعد 100 خلية وبنشوف اكم خلية في المية وعضر اساس بنقول انه عندنا lab score plus zero zero plus one plus two plus three and four هلما جالا الشغلة الثانية بقول لي في عندنا حالات ممكن تلاحظ فيها اللاب score بكون عندي واطي في الناس الذين عندهم مرض اسم pharaxismal necturia hemoglobin yuria هذا كان عنه في موضوع immunology في السابق لانه علاقة في موضوع completely this بقول هذا الشيء يصيب عندنا الميل و الفيمين ولكن الميل بنسبة 1.4 ل الراحد ممكن يصير مع children لكن قليل وبصيب الناس اللي هو all بشكل أو بآخر ممكن يصيب الناس برضو very all في هذا الموضوع هذا فيلم بوضح للخلايا neutrophil الخلايا ممكن تكون عندنا band meter myrosite band form في عندنا عندنا meter band سايت عفوا granular عند neutrophil موجود هنا في هذا أمر ممكن تلاحظ بشكل قليل طبعا كما ترى عندنا red blood cell موجودة تكون كبيرة بشكل أو بآخر العدد كبير البيزوفيل عندنا موجود و قلنا في عندنا في البيزوفيل موجود عندنا من خلال هذه granules تزيد عندنا النسبة بتاعتهم كما نحن شايفين في البلاد فيلم هنا البولمرو بدلاحظ نحن increase عادة طبعا نحن بنعرف أنه النسبة الطبيعية في neutrophil line مع elitroid line الميلويد مع elitroid تقريبا من 2 إلى 1 لكن هنا ممكن زيد النسبة يكون عندي 10 إلى 1 أو 30 إلى 1 طبعا هذا الكلام لازم نحن نحط في الاعتبار الميلو بلاس طبعا في chronic النسبة قليلة ليس كثيرة الميجا كاريو سيزيد عندي بشكل أو بآخر الصيتوجينتكس طبعا ذكرنا قلنا فيه عن translocation 22 29 29 29 موجود من 85 إلى 95 في المية من الناس الذين لديهم CML لديهم هذا لفلادلفيا كروموسوم أوكي لدينا abnormality موجود في صيتوجينتكس موجود عند 5 إلى 10 في المية من الحالات في هذا الأمر تمام صيتوجينتكس analysis under bone marrow or peripheral blood should be normal in the lecomoid reaction طبعا مش هنلاحظ في عنا يعني خلينا نقول abnormality عن مستوى الصيتوجينتكس في lecomoid لكن في CML بكون عنا موجود هذا الوضع خلينا إن شاء الله نقف هنا ونكمل المرة القادمة إن شاء الله في موضوع CML